نتابع معكم في هذه اللقطات الصور المباشرة من المكان الذي سقط فيه ريان وهذه العمليات المستمرة لإنقاذه من هذه البير إذن هذه صور مباشرة تأتيكم الآن مباشرة من نفس الموقع الذي سقط فيه ريان ومحاولات الإنقاذ لازالت مستمرة إذن كما تتابعون هذه الصور في ظل اهتمام كبير جدا من أهالي شفشاون وكل من وصلت إليه المعلومات المتعلقة بريان وسط أمال بأن يتم ينقاذه بسلام هناك حضور كبير لرجال الدفاع المدني وأيضا لأهالي المدينة الذين يحاولون معرفة مصير ابن أمام نحن في قناة العربية في تغطية مباشرة وهذه تغطية ستستمر حتى خروج الطفل ريان سالما نشير إلى صعوبة الوصول إلى ريان وسوف في ذلك ضيق البئر التي سقط فيها فلذلك لا يمكن إنزال أي شخص إلى هذا المكان الذي وصل إليه ريان رغم كل المحاولات لذلك